يعني خلينا نتكلم على مباراة الزمالك بالأمس الحقيقة وهي مباراة لسان حال جمالي الزمالك يعني يا جماعة هتبسطونا امتى تكملوا مبساط معنا امتى لغاية لما يعني الدور يخلص لو الأمور بالنسبة ليه جمالي ناس زمالك وشافت حلاوة لقاء اسموح الحقيقة والفوز الكبير في اليوم ده الحقيقة بالخمسة وتيجي تتفرج على مبارح والشكل لناس زمالك والهزيمة اتنين واحد وهي اول الهزايم في الموسم ده الحقيقة ناس زمالك في بطولة الدوري بتقولك يا جماعة يعني هتفضلوا تمشينا على حالة الانبساط معنا امتى يا لعيبة ناس زمالك اثبتوا على حال بقى عشان نفضل مبسوطين ما هو ده لسان حال جمهور ناس زمالك الحقيقة يعني جمهور كبيرة ونادي كبير آه الأمور لسه بتبتدي تستقر لكن انت عملت حاجة حلوة الحقيقة وانا كلامي دايما للعيبة برضو يعني بغض النظر عن سوريو وطريقة لعبه وشكل الخططي واللي هو المسؤول الاول والاخير لكن برضو السؤال دايما للعيبة انتوا ليه بتمشوا على سطر وتسيبوا سطر حقيقة امكانياتكم هيلة اسماء اللعيبة الحقيقة بغض النظر ان ما فيش يعني السنة دي اي صفقات جات لكن انتوا لعيبة تقيلة لما نيجي نبص ده لعيبة كويسة ليه بتبقى الحالة دي موجودة عند اللعيبة انه بعد ما يكسب ما يكسب حل يخسر خسارة وحشة الحقيقة حقيقة امبي كانت تنتظر مصطفى عامل وماتش هايل تكتكيا هايل اللعيبة كانت يعني حقيقة عايزة تكسب عايزة تكسب هو ده الفرق مبارح ما بين امبي ولعيبة نادي امبي ولعيبة نادي الزمالك يعني اخطاء غريبة جدا بيقع فيها لعيبة نادي الزمالك منها الهدف التاني بتاع اوفا الحقيقة لما يجي نبص كورا كورنر في واحد واقف على الستة يعني اخطاء بتاعت فرق صغيرة انا بكلمكم بس ايه فنيات انا مبسوط من امبي يعني الكتر المبساطة من امبي انا بديهم عشرة من عشرة لكن اما اجي بص اللعيبة كبيرة واسماء كبيرة في نادي الزمالك وتقع في اخطاء تخليهم يخسروا ماتش هم يعني في حاجة لي الحقيقة واستكمال المباراة الحلوة والمكسب الحلو يخليهم يروحوا في حتة تانية فيخلوا المنافسة قوية في الدول المتاز ده بيخلينا تكلم الحقيقة على نادي الزمالك ولعيبته يعني ما نجي نبص الهدف التاني بالذات كورنر هو ده اوباما مفروض هو اللي واقف مغطر حتة ما هو انا المدرب بيديني في المواقف الخاصة بضربات السبتة او الركنية في لعيبة تقف في مناطق معينة فمدام جيت وقفت في المنطقة المعينة بتاعتي لازم اقوم بالدور فانا واقف اولا متقدم شوية انا بتكلم على اوباما ثانيا ما نططش حتى انا يعني ايه اللي انا بقيه يا جماعة اللي ورايا يشيلها حتى لسان حالة اوباما في الفيديو لو بتتفرجوا على الجول ده بيعمل كده انا بتكلم في الكورة عفقة انا يعني يعني ايش دعوة بزمالك انا بتكلم في الكورة انا بتكلم عماتا بشكل عين جانب الاخر محمد عبدالغني ماسك اوفا هي واول مرة شوف الحقيقة كده ان المدافع هو اللي يبقى اه 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 ناحة التانية ناحة التمنتاشة من بره والمهاجم هو اللي جوه ده من البداية يعني من بداية اللعبة هتقولنا الكورة جماعة هتقولنا الكورة الجول ما كنت على الشاشة ف فين بقى جماعة البوزيشن اللي بيبقى محتوط البوزيشن اللي بيبقى محتوط لكل لعيب واللي هو بيبقى عارف واجباته ايه ومكان مركزه ايه وبيقف ازاي وقت الكورنر يعني بيتحرك ازاي وبيمسك ازاي حاجة غريبة جدا ده لو الكورنر دي ما تحسبتش جول الفار يرجعها ويخليها ضرب الجزاء لان محمد عبدالغاني اللعيب قدامه وعمل يمسك فيه حقيقة طبعا قوفها ما شاء الله امكانيات هيلة جسمانية فقوي قدر انه هو يكمل ويطلع يحط الهدف التاني في وقت طبعا قنقاتل بالنسبة ليه نادي امبي وبالتالي فوز مستحق وواضح ان الكابتن تامي المصفة ايرين ماتشف بشكل كويس ودي عقدة نادي الزمالي خلاص بقت امبي بالنسبة ليه فريق نادي الزمالي انه هو بيفوز عليه ودايما بيحطه فيه وضع محرج بالنسبة ليه جماهير اخر اربع مرشات امبي بيفوز على نادي الزمالي وبالتالي حقيقة اكيد مجلس الادارة الجديد كان سعيد بالماتش الاولين اول ماتش يجو كزو خمس حلو الشينا حلو الدنيا تمام حال تتسقرار والحالة المعنوية للعيبة تقول بقى ان خلاص انطلاق ليه قطار نادي الزمالي فيه بطولة الدوري او في الماتشوات اللي جاي ولكن يفجأوا انه مبارح بالفوز امبي والهزيمة لنادي الزمالي تالي هنا فيها حالة من الغضب الحقيقة لازم وتبتدي بقى الادارة هنا تتدخل وتشوف ايه الوضع القادم اه مش هيقول لك امشي دلوقتي اوسوريو مش هيقول لك عاقب بشكل قوي بالنسبة لعيبة نادي الزمالي هيقول لك انا هتديك فرصة وده هنا الادارة بتفكر فعلا ان هتدي فرصة مكمل اوسوريو لكن هتدي له فرصة حتى مباراة الكأس امام بيراميدز ان شاء الله لهاكون فيه الدور قبل النهاء يوم 8 نوفمبر وهيكون حاسم حقيقة في مشواره ده التفكير تفكير بالنسبة ليه ادارة نادي زماليك ان ماتش بيراميدز في كأس مصر هو حاسم بالنسبة ليه اوسوريو بالمكسب هيكمل بالخسارة والخروج من بطول الكأس مصر هنا هيبقى فيه وضع مختلف بالنسبة ليه اوسوريو